ايه هو الشاتر سبيد وبنستخدمه في ايه في الكاميرا وهل الشاتر سبيد لما يبقى أسرع يبقى أحسن و لما يبقى أفطأ يبقى أحسن و ازاي تغلع صور احترافية باستخدام الشاتر سبيد يلا بيناش ايه هو الشاتر سبيد الشاتر سبيد هو الوقت اللي بيستغرقه بوابة الكاميرا او الشاتر عشان تسمح بكمية دوق تخش جوه الكاميرا على سنسور الكاميرا لوقت معين حكتين مهمين جدا الشاتر سبيد بيتحكم فيهم الدوق والحركة كلما كان شاتر سبيد سريع ده بيخلي كمية دوق الخش أقل والحركة بتبقى حادة واضحة ومتجمدة والعكس لو كان الشاتر سبيد بطيق ده بيسمح لكمية دوق أكبر تخش الكاميرا والحركة بيقى فيها موشن بلير أكبر او بتبقى ضبابية غير واضحة وغير حادة ايه اللي يفدنا ان نعرف الشاتر سبيد سريع ولا بطيق؟ ده يعتمد على انت عايز تصور ايه؟ فمثلا لو عايز تصور طائر طائر في السماء وعايز تطلع صورة حادة واضحة ما فيهاش اي موشن بلير للطائر فبتصور بسرعة واحدة على ألف أو أكتر ده بيقى أفضل الحلول في حالة تصوير الطيور لو انت بتصور حاجة رياضية او شخص بينط 1 على 500 او 1 على 600 بيضمنك ان الصورة تبقى حادة واضحة ومجمدة تماما لو عايز تروح الناحية التانية وتخلي شاتر سبيد بطيق فده بينفع في حالة تصوير الشلالات عشان تدي افكت معين للمية غير اللي عين الطبيعية بتشوفه حاجة تانية في الليولايت فوتوغرافي او تصوير في الدوق الخافت فممكن تخلي الصور بتاعتك شكلها كرياتيف اكتر لو خليت الشاتر سبيد مدته 20 او 30 ثانية او لو بتعمل حاجة long exposure ممكن توصل لغاية 3 ساعة نصف ساعة او ساعة لو بتحصور حركة النجوم في السماء في الصحر مثلا هنستخدم 3 امثالة عشان نوضح اكتر فكرة الشاتر سبيد حركة المروحة شخص بيجري عركة المية في الشلال في نموذج المروحة لو صورنا المروحة وخلينا الشاتر سبيد سرعته فوقع ثانية هنلاقي ريش المروحة بتبقى ضبابية فيه موشن بلير عالي نتيجة الحركة السريعة لغاية ما توصل 1 على 125 من الثانية فنبدأ نشوف ريش المروحة بس فيها موشن بلير عالي برضو كل ما الشاتر سبيد يبدأ يبقى أسرع هنبدأ نشوف كل الريش المروحة على حدة الموشن بلير هيبدأ تقل لغاية ما تتجمد تماما لما نوصل 1 على 4000 من الثانية وهنا بتبدأ تشوف الحركة اللي العين الطبيعية ما بتشوفهاش متجمدة تماما لانها بتصور بسرعة 1 على 4000 من الثانية في مثال الجاري هنلاقي اختلاف كبير جدا لو الشاتر سبيد 1 على 30 من الثانية وفي المقابل 1 على 1000 من الثانية في حالة 1 على 30 من الثانية فالحركة بيقى فيها موشن بلير عالي على العكس في حالة 1 على 1000 من الثانية الشخص هو بيجري بيبقى شكله واضح تماما مفيش موشن بلير نهائي وعلى أساسه الحركة بتطلع متجمدة وحدة في نموذج الشلال هنلاقي فيه فرق كبير بين التصوير بشاتر سبيد سريع وشاتر سبيد بطيء هنلاقي هنا على اليمين الشاتر سبيد سريع فهتلاقي حركة المية متجمدة وهتشوف تفاصيل المية على الشمال الشاتر سبيد بطيء فهتلاقي شكل المية مختلف لان فتحنا الشاتر لمدة أطول خلال المدة دي المية تحركت فيها مسافة معينة قدت للإفكت الحريري اللي انت بتشوفه للمية ده فيه حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنظبط الشاتر سبيد ان كل ما الشاتر سبيد بيبقى أبطأ ده بيدخل كمية ضوء أكبر ممكن تخلي الامج بتاعتنا زي ما احنا شايفين في نموذج الشلال بننزل من سرعة واحد على ألف لغاية واحد على عشرة هنلاقي السورة الواحدة على عشرة يعني انها متعرضة لكمية ضوء أكتر من المطلوبة ففي الحالة دي لازم نعوضها يقم بـ ISO أقل مية مثلا الأبتشر اللي هو فاتحة العدسة نحاول نخليها ديئة بحيث يدخل كمية ضوء أقل الأبتشر اللي ما يبقى F16 يديك النتيجة المزبوطة في التايم لابس ده وكده نكون غطينا أساسيات الشوتر سبيد لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك ولو عايز تعرف ازاي تبقى كرياتف في المحتوى اللي بتقدمه في المستقبل ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل فيديو هذا الفيديو سلام عليكم